اشهدت معالي السيدة فوزية ابن عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية وذلك تطبيقا لمنصة عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقالت معاليها أن الأمر الملكي السامي الذي يأتي استكمالا لمنصة عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد المفدى يؤكد حرصة واهتمام جلالته على منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة والعودة لجادة الصواب كما أن الأمر الملكي السامي يرسخ أسس ومرتكزات دولة القانون والمؤسسات في مملكة البحرين ورؤيتها الحضارية والإنسانية الرفيعة وحماية أمن الوطن واستقراره وأضافت معاليها أن المنظومة القانونية والحقوقية في مملكة البحرين تشهدان تطورا كبيرا ورعاية واهتمام غير مسبوق وأن حرص الدولة على تنفيذ القانون لا يقل همية على حرصها في رعاية أبنائها وإعادة تأهيل كل من أساء لوطنه ونفسه وأكدت معاليها أن هذا الأمر الملكي السامي هو بمثابة درس وطني يستحق كل التقدير وتعزيز روح المواطنة واحترام القانون والولاء للوطن والقيادة والشعب